موسيقى هاي كيف كون؟ كنت اجداد على قناتي انا اسمي رامل من الجيد بدرو السنة ثانية وبشري بجامعة دمشق وهي القناتي على اليوتيوب لا تنسوا تشتركوا تحت بالقناة تضغطوا على زر الجرس شعان يصلكم اشعار كلمة نزل فيديو جديد ومايروح عليكم فيديوهات المستقبلية في الفيديو اليوم بدي لكم انا اكثر اربع تطبيقات كثير بحبة وبيستخدمها دائما وهلأ نحن عبيعصر كله انترنت وموبايلات وتكنولوجي فقلت انه ليش لما نستخدم هذول الشغلات بشغلات بتفيدنا وبنفس الوقت حلوة وبتنفعنا بحياتنا اليومية فبلا ما طويت عليكم اكثر خلينا نبليش بالفيديو موسيقى التطبيق ابدئ لكم عليه في هذا الفيديو هو بنترست بنترست هو تطبيق مشوف عليه كثير من الاختباسات والكلمات الحلوة والصور الملهمة يعني كثير هذا التطبيق شامل لكل شي فيه كثير كمان رسبي للطبخ فيه كثير صور احترافية للمصورين فيه مثلا اذا حابين ترسم رسم معينة تشوفوا يعني تشوفوا الهام من هذول الصور يعني هو فعليا مثل مصدر الهام يعني انتو تفتحوا هذا التطبيق وتشوفوا انو تشوفوا رسمات وتشوفوا ديكور للبيوت وتشوفوا مكن فيكن تافروا عليها شغلات فيكن تعملوها بالصيف شغلات كثير كثير حلوة من حوالي كل العالم ثقافات مختلفة كثير كثير حلو ونصحكم اكيد تنزلوه يعني وتشوفوا شغلات انتو بتنفعكن وبركي هيك بتكتشفوا شي انتو متميزين فيه وانتو حابينو وبتصير بتطورو عندكم وبتلاقوا دائما مصدر الهام للكم بهذا الموضوع التطبيق التاني اللي بديكم عليه هو اسمه بودكاست وهي ناس بتحكي عن حيالة موضوع بتكونيها يعني فيه عن البيزنس كيف تطوروا البيزنس كيف تدرسوا كيف تتعلموا لغات مختلفة ثقافية شغلات دينية شغلات مختلفة جدا جدا يعني هذا التطبيق بس تحطوه بتسمعوه نحنا كده وقت فاتحين الموبايلو نشوفه عم نتعب عيوننا فانه هاد الابي اللي هو البودكاست كتير مفيد به الشغلة لانه هو بس سماعي يعني بس تحطوا شغلة بتسمعوها وانتوا بالسيارة وانتوا بالباص وانتوا عبطريق وانتوا قبل ما تناموا وبنا ما بتضيع وقتكم وابتخلوا وقت يضيع تكونوا تعلمتوا شي مفيد او سمعتوا عن حيالة موضوع بهمكم او بتحبوه او تد اكس مثلا او تد او كل هدول الشغلات اللي نحنا منحبه طبيقة الثالث يبدئ لكم عليه هو المتل ما يكون شايفين على الشاشة فيكن تعملوا لست انا كثير بحب استخدم ليستات لحت تنظم يومي لحت تنظم الشغلات اللي علي شو لازم ادرس بهذا اليوم شو لازم اعمل بهذا اليوم او حتى الاسبوع او حتى هلا اهداف سنة الجديدة فيكن تحطوه عليه وبس تخلصوا من الشغل تحطوها نقطة وانو خلاص انتوا هاي الشغلة فانو كثير كثير حلوب فيكن تسجلوا الشغلات اللي بتكن تعملوها مضر يكون دائم معكم ورقة وقلام وبنفسي وقت ضل محفوظة دائم انا احنا دائم موبايلاتنا معنا يعني وين ما احنا وتطبيق الرابع والاخير اللي بدي احكي عليه بهذا الفيديو هو يوتيوب اكيد كلا هاتنا منعرف يوتيوب واكيد انتوا هلا قم تحضروني على يوتيوب بس الشي اللي كثير كثير بحبه بهذا الاب انو انتوا فيكن تشوفوا حي الله شي بتكن ياه يعني فيكن كثير ساع لمشغلات مهمة فيكن فيه فيديوهات شرح يعني حتى انا كطوب بستخدمه فيه فيديوهات تحفيزية فيه فيديوهات تعليمية فيه فيديوهات مسلية يعني كثير كثير فيكن تتعلموا صرتوا حي الله شي بتكن ياه على اليوتيوب يعني فيكن تتعلموا غير لغات حتى فيه ناس بتعلموا رسم فيه ناس بتعلموا حتى رياضة يعني تمارين رياضية يعني كثير 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 مفيد هذا التطبيق الاهم من هاد الشي هو ان احنا نستخدمه طريقة صحيحة ونستخدمه صح لانه هاد الشي الفرق الإنسان الناجح على الإنسان العادي فهات كان كل شي يبدئ لكم يعني بهذا الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم حطوني تحت بالتعليقات شو انتو التطبيق المفضل عندكم شو اكتر تطبيق تحبوا تستخدموه اذا بشوفكم سبورة الجاي بحلقة جديدة باي اشتركوا في القناة